العملاق التكنولوجيا مايكروسوفت وصل لفكرة قلناها هنا من حوالي سنتين او سنة ونص انه بيعمل تجربة فيه صحراء المكسيك لعايز يقلل اشعة الشمس اللي نزل على الارض عايز يقلل الاحترار اشعة الشمس نزل على المحيطات بتسخد المحيطات بتدوى بالتلج فهو عايز يقلل يتحكم فيه درجة سطوع الشمس بالعلم عمل ايه عملوا تجربة جابوا الكربرونات السوديوم اللي هي ابراهيم اسمها ايه كابريتات السوديوم تقريبا اللي هو التبشير يعني خلينا بالبلد يعني عارفين التبشير التبشير اللي احنا بنكتب بيه المسحوق بتاعه ويجيبوا فيه طبقات الجو العليا وعلى اربعين الف ادم ولا حاجة يبدأ ينشر التبشير فيعمل عتمة يعمل عتمة يعني يعمل اا اا اكنه كده ايه سحابة بتحجب الشمس او اكنه اا اا حاجة بتحجب الشمس شجر انت لو اعدت تحت شجرة اا اا الشمس بيبقى فيه ظل فهو عايز يعمل ظل للشمس عشان ما تنزلش اشعة الشمس على المحيطات اللي فيها اا جليد تزيبه او ترفع درجة الحرارة فاخترعوا فكرة التبشير التبشير ينشره فوق في طبقات الجو العليا يقعد فترة من الزمن بتنعكس اشعة الشمس في الفضاء الخارجي وليس على الارض نجحت الفكرة وبدأت يعملها بيل جيتس وبتكلف اتكلف يعني مليارات الدولارات طبعا لكنه محاولة من العلماء ومن المقتدرين ماديا لانقاذ الكوكب كل بقدر طاقته وحاجاته وعلمه فحتى نفاكر كتبت مقال من حول سنة يمكن تقريبا من سنة والله قلت طريق عتمة التبشير عتمة التبشير ما هو بيحاول يعمل عتمة بالتبشير فده نجح طب لو نجح يتعمم او يعني اعتقد ده ده صورة يعني ده بيصنع بيعمل عملية حقن للسحب او حقن اللي هزي الاماكن بيعمل الشمس تنزل فتنزل الارض الكسر فشمس ترجع تاني لفوق ما تنزلش على الارض ده بيختصر الفكرة يعني وبيحاول بيل جيتس يعمل عمل جليل في هذا الامر معرفش طبعا هينجح لا لكن احنا بننقل لحضراتكم انه فيه خطة لانقاذ الكوكب عن طريق مسحوق التبشير